السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاليوم سنوضح شيء أصبح يستعمل في عصر الزيتون يعني لما استخراج زيد الزيتون من الزيتون فهناك بعض الصناع يستعملون مسحوق بودرة يسمى طالك هذا الطالك هو نفس الطالك الذي يستعمل أطفال الصغار ونفس الطالك الذي يستعمل لامتصاص العراق واليستعمل للبشرة وهذه البودرة يعني هذا المسحوق هذا الطالك يسمى هكذا يعني هو يعني التركيب الكيماوي هو سيليكات المانيزيوم هيدريتد ماغنيزيوم سيليكيت يعني لأن المانيزيوم أملاح المانيزيوم لا تكون يعني أنيذر لا تكون يعني خالصة لازم يكون فيها جزئة من الماء فهذه السيليكات المانيزيوم سيليكات المانيزيوم معروفة يعني ليس ليس عجب فهذا الطالك هو يضاف للزيتون قبل طحن الزيتون لأنه يزيد في مرضودية استخراج الزيت الزيتون لماذا؟ لأن حبوب الزيتون فيها طبعاً بيكتينات وفيها ألياف غذائية وفيها أشياء كثيرة تشد الزيت يعني هذا الزيت يوجد داخل خلايا نباتية في حبوب يعني في فواكه الزيتون وداخل نوى الزيتون كذلك نوى الزيتون لوزة هناك لوزة وهذه اللوزة كذلك فيها زيوت ولكن لما نطحن هذه الحبوب نطحن نوى ونطحن كل شيء فنستخرج هذا الزيت وخلاة من زيت عظم الزيتون يعني زيت نوات الزيتون وزيت يعني قشرة الزيتون وأكثر الكمية توجد داخل هذا هذا الزيت طبعا هناك أشياء تشد فالما يقوم الصانع أو الذي يريد استخراج هذا الزيت فالما يقوم بتعصير هذه الفواكه كي نحصل على خلية زيت ماء ثم يفصل الزيت عن الماء طبعا فهناك كمية تبقى مع هذه النفاية الصلبة نسميها بالدارجة في المغرب الفايتور هذا يعني هذه المون فرانسي لغينيون وهذه الـ paste in English كي يبقى هذه الأشياء التي تبقى صلبة يعني لما نستخرج الزيتون لما نعصر الزيتون ونفصل هذه المواد الصلبة عن السائل فهناك كمية من الزيت قد تصل إلى 6% تبقى في هذه نفاية الصلبة للزيتون وهذه الكمية هي تعتبر ضياع بالنسبة للمنتج ولذلك يضاف هذا الطالك يعني هذا المسحوق كي نستخرج هذه الكمية يعني كي يكون يعني هذا الـ yield الـ round of mobile الفرنسية يعني هذه المردودية تكون مرتفعة يعني ما نستخرج 14% نستخرج 16-17% يعني المردودية تزداد بـ 1.2% ويعني هذا الطالك يعني هذا المسحوق هو ليس خطير يعني لأنه لا يصل إلى الاستهلاك لأنه يبقى مع هذه الأشياء الصلبة المشكل هو أن هذه الأشياء الصلبة إذا ما يعني غديناها للحيوان أو عطيناها للحيوانات يكون خطر لأن السيليكات هي تحطم العظام يعني هذا المخ العظم هو هذا البون ميلو هذا معروف أن هذا السيليكات هي سامة بالنسبة للعظام يتحطم العظام فلا نظن نحن في الصناعات الغذائية لا نظن أن هناك كمية كبيرة ممكن أن تمر مع الزيت لماذا؟ لأن الطرد المحوري الآن بطرق الأساليب الجديدة أو التحتيل فلما نحصل على زيت فلا يكون معها مواد عالقة وإلا فربما يكون قدر بسيط من هذه المواد العالقة قد يكون مع الزيتون وهنا يجب أن تكون مراقبة يجب أن تكون مراقبة يعني هذه الأشياء هي الآن تستعمل في كل الدول التي تنتج زيت الزيتون في المغربية تنتج جميع الدول وكأن هناك شركات تبيع هذه المصاحق لصناع زيت الزيتون لكن هناك يعني الصناع يضمنون جودة زيت الزيتون يجب أن لا يبقى فيها أثر سيليكات الماغنيزيوم مع الزيت نحن لا نظن أنها تبقى ولكن تكون مع الماء الذي يفصل عن الزيت ولذلك نصحنا بعدم شرب هذا الماء هذا بالفرنسية لي مارجين وبالأنجليز أوليف ميل ويست واثر أوليف ميل ويست واثر هذا يعني ماء يعني العصر الزيتون هذا الماء الأحمر أو أسود هذا الماء الدكن الذي يفصل على الزيتون فهذا لا ننصح بشربه ولا ننصح بتناوله ولا ننصح باستعماله يعني فذا إذا كان من صناعات تستعمل هذه المصاحق إذا كان نظيف ويعني الشخص هو نفسه يستخرج ويراقبه كذا ويتناول منه شيء هكذا ولكن لا ننصح بأن يتناوله لأنه مع التلوث الآن ومع المبيدات التي توجد في فواكه الزيتون حبوب الزيتون فيها مبيدات وفيها مبيدات النحاس يعني هذه السلفات النحاس والذي يستعمل كمبيد الآن عليهم مبيدات أخرى ولكن النحاس الآن هو المشكلة في هذه الأشياء فهذه السليكات الماغنيزيوم قد تبقى في هذه النفاية الصلبة وهي التي ستشكل خطر على البيئة وإذا ما غضيت للحيوان إذا ما أعطيتك علف للحيوان أو استعملت في بعض الأعلاف فستكون خطر على الحيوان وستكون خطر على الإنسان فيما بعد ولذلك نحن دائما نقول بأن الاعتراف بالإنتاج العضوي أو البايو هناك إنتاج عضوي الفلاحة العضوية ليست هي البايو فالفلاحة العضوية هي الفلاحة التي تستعمل أشياء طبيعية لا تستعمل ببيدات كيمويات ثم تستعمل بودور وأشياء هكذا مثل الفلاحة الأخرى الزراعة الأخرى أما البايو فهو يعني يجب أن يكون كل شيء طبيعي مئة في المئة بما في ذلك البودور ونحن تكلمنا عن هذه الأشياء وقلنا بأن خبراء المحليين والخبراء الذين يعيشون في البلد هم الذين موكون لهم وهم الوحيد الذين يمكنوا أن يحددوا بعض الأشياء وليست لجنة تأتي من أوروبا أو تأتي من أمريكا كي تطبع ورقة لهذا الصانع وتقول له إن عندك البايو نسمح لك بأن عندك بايو بأننا شهدنا بأن عندك البايو خبراء الوطن هم الذين يشهدون وهم الذين يجبوا أن يعطوا هذه الشهادة لهذه المنتجين جميع المنتجين في جميع الميادين وإلى حد الآن هناك مكاتب أجنبية الآن أصبحت ترخص لهذه الدول دول مغرب العربي كلها يعني الآن ترخص لها ويعني أنا شخصيا كخبير يعني المنتوجات العضوية والمنتوجات البايو داخل بلدي أنا الذي أعترف بها أما أن يأتي شخص ثم يوقع على ورقة بأنها بايو أو بأنها عضوية فهذا شأنه هذه الأشياء يعني أنا لا أعترض عليها ولكن كخبير لا أسمح لنفسي بأن أكون تحت هذه الأشياء فإذا كان هناك فلحة عضوية فنحن الذي نسمح بها ونحن الذي نشهد أنها عضوية وإذا كان هناك إنتاج بايو فنحن الذي نسمح به ولذلك كما قلت هذه الأشياء الصناعية وهذه الأشياء خبايا الصناعة أو خبايا استعمالات فالخبراء هم الذين يعلموها جيداً ومع أنه خبراء في المغرب خبراء يعني أكفاء ومشاء الله ولذلك يجب أن لا نسمح لأي شخص من أي بلد أن يرخص لنا داخل بلدنا في هذه الأشياء فنحن من يرخص ونحن من يجب أن يقف على هذه الأشياء ولذلك فهذا المشكل هذا مسحوق الذي يستعمل في الزيتون فربما يكون هناك صناع لا يعلمون طبيعة هذا المسحوق ثم يباع لهم من طراف شركة ثم يقول لهم بأن هذا يزيد في من تهلان في الله لما تقول لو يزيد في المردودية يشتري الشيء يعني هذا مسألة عالمية باشي غير في المغرب يعني عالميا نحن نتكلم في اليوتيوب نتكلم مع جميع دول العالم وله tallest مع المغرب فقط لأن فرق ما بين الفضائية على اليوتيوب قناة على اليوتيوب وقناة المحلية يعني هناك فرق فنحن قناة يوتيوب قناة دولية نحن نتكلم مع جميع الدول ولا نتكلم مع فئة داخل البلد فاستعمال الطالك هذا ما يسمى بالطالك استعمال هذه البودرة هذا المسحوق يعني في استخراج زيت الزيتون هو أمر وارد يستعمل في دول هناك شركة تبيع هذه المنتوج المنتوج موجود في السوق ما نحن نوضح للناس أن يجب أن تكون هناك مراقبة فقط أن تكون هناك مراقبة ثم هذا الصانع يجب أن يسأل هل هذا الشيء أنه خطير أو لا ويجب أن يضمن له الذي الأسلوب يجب أن صاحب الأسلوب يجب أن يضمن يعني جودة المنتوج وخلوه من أي شيء يكون فيه خطر على المستهلك نسميها security is alibriti security is alibriti بالفرنسي ثم عليين بالأنجليزية security تعني شيء آخر فهذه الأشياء نحن نوضحها أسئلة تريد علينا ويعني سنوضحها ويجب حالنا نحن نعيش في عصر الميديا وعصر الهواتف الذكية فيجب أن يعلم المستهلك جميع الأشياء التي يشتريها بنقوده يجب أن يعلم هذا حقه الطبيعي وليس حقه المدني حقه الطبيعي يعني لو كان يعيش في الطبيعة هكذا فعنده حقوق طبيعية يجب أن تحترم هذه الحقوق شاء الله نكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر